السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدينا أخبار مهمة سنناقش فيها خصوصا ما صرح به بايدن على أن الأسبوع القادم سيتخذ بعض الإجراءات بخصوص العملة الرقمية ممكن هذه القرارات أن تكون إيجابية أو سلبية هذا الحدث هو مهم الأسبوع القادم كما صرح نعلم أن أكبر سوق للعملة الرقمية هي الولايات المتحدة الأمريكية هناك الكثير من المنصات المعروفة الكبرى Binance Use, Coinbase Pro Exchange, FTX, Bitstamp هناك شركات عالمية عملت شركات مع عملات رقمية هي أمريكية في الأصل مثل جوجل, ABM, Microsoft هناك بعض البنوك التي قبلت العملات الرقمية فأكبر مستشمرين هم الأمريكان فسنرى القرار الذي سيصدره بايدن بخصوص مجال التشفير لدينا أخبار أخرى بخصوص التويتر بخصوص شركة الماستر كارد ولكن أولا سنرى اتجاه السوق وسنواصل تحليلنا لكل هذه الأخبار لو نرى على Threading View كنا قد حددنا دعم الأربعين ألف دولار بخصوص المراحل التي نعيشها أفضل شيء هو السكالبين هو التداول الاشتغال على المدى القصر أفضل ضرفية يمكنك أن تعمل عليها تداول هي هذه الضرفية ولا تعمل Holding نلاحظ مع الحركات التي تحدث للبيتكوين هنا نخفض إلى حدود الـ 41.800 دولار لم كنا وضعنا هدف الـ 40.000 دولار ولم يصل إليها ولكن ولو وصل للـ 45.000 دولار الآن نرى سلبية في البيتكوين تقريبا في الـ 40.800 دولار يعني ما أريد أن أوصل لك إذا كنت تعمل تداول الأفضل لك هو البيع عندما ترى مثل هذا الصعود خصوصا حتى هذه المناطق لدينا دعم تقريبا من بين الـ 45.000 و الـ 46.000 دولار دائما يصل البيتكوين لهذه المناطق تظهر سلبية هنا من هذه المناطق كلما وصلنا للـ 45.000 تظهر لنا سلبية هنا مناطق بيع يحبها البائعون وكلما قمنا باختراق أو تكسير مقاومة أو دعم دائما يبقى السعر فترة طويلة لما؟ لكي تستفيد المنصات ما أمكن من الفيوتر لأنك لا تعرف بالضبط هل سيحدث شورج هل سيحدث ارتفاع لاحظ معي هذه الحركات تلاعب كبير المنصات تقوم بكسب أرباح كبيرة وصلنا هنا للـ 45.000 دولار العملات الرقمية البديلة ظهرت بها إيجابية كلها ارتفعت هنا سلبية لاحظ معي هذا النزول الذي حصل أفضل شيء هو عمل السكالبين والعملات التي ممكن أن تتداول عليها مشايل مشاريع القوية عندما ينخفض البيتكون تنخفض بشكل كبير وعندما يستقر سعر البيتكون ويبدأ بالارتفاع تعود هذه العملات بالارتفاع كمثال أفلانج كمثال سولانا كمثال فونطون كمثال ماتيك مانا هذه كلها عملات الـ XRP كذلك عندما يحدث نزول قوي في البيتكون كذلك هذه العملات التي مشاريعها قوية يحدث لها انخفاض كبير تدخل تعود العملات مثلا تعطيك 5 أو 10% تابعه وتنتظر مرة أخرى نزول خصوصا الأوضاع التي نعيشها الآن لا يوجد استقرار حاليا في العالم هناك مشاكل عديدة حاصلة حاليا حتى لجنة الأوراق المالي الأمريكية الآن تجهت للمنصات المعروفة لكي تقوم بعمل معهم تحقيق خصوصا منصة بايننس بايننس يوز الآن هي تحت التحقيق من لجنة الأوراق المالي الأمريكية عرفوا الأرقام التي وصل إليها مؤسسة المنصة تجاوزت تروته تسعين مليار دولار في ظرف تقريبا أقول لك أربع سنوات الآن يقومون بفحص بعض التحويلات التي حدثت على هناك بعض التحقيقات بخصوص منصة هناك أحداث يعني كثيرة يعني العالم الآن غير مستقل أفضل شيء أي عملة أعطتك ربح بيئها وانتظر النزول راح يدماعي كم ستضيع عليك كل هذا هنا الصعود وصلنا هنا تقريبا للستة وأربعين انخفضنا صعود انخفاض هنا إلى حدود لاحظ معي كم مرة انخفضنا للواحد وأربعين أفضلار سعدنا إلى حدود الخمسة وأربعين هنا الآن تظهر سلبية ولك أن ترى العملة البديلة الأخرى إلى أي حد انخفضت الآن اقتربنا من هذا الدعم تقريبا نحن في دعم البيتشكون أربعين أفضلار والآن سيقوم هل سيقوم بشأكيد لنا الأربعين أفضلار لأنه حتى هنا عندما انخفض للواحد وأربعين ألف وستمائة لم يصل لهذه المنطقة منطقة الاختبار والآن اتجه إليها وهو الآن تقريبا فيها في منطقة الاختبار أربعين ألف دولار أربعين ألف وتمانمائة دولار إلى حدود تسعة وتلاتين ألف دولار كلها منطقة الاختبار فلو نرى بعد الأخبار الإيجابية كمثال التويتر الذي يضيف عملة الأتريوم كعملة ممكنك أن تدفع بها وهذا أمر جيد هناك الكثير من الأخبار الأخرى كمثال شركة الماستر كارد التي تتوسع في مجال التشفير وتقدم خدمات الاستشارات بخصوص المهتمين بالعملات الرقمية مثل هذه الشركات لا زالت تتوسع في مجال العملات الرقمية لأن هذا المجال له مستقبل كبير يعني مستقبلا العملات الرقمية سنراها في أسعار كبيرة الكل ينتظر القرارات التي ستتخذها أمليكا بخصوص العملات الرقمية هل ستكون إيجابية ولصالح العملات الرقمية أو سنشاهد العكس الروس لا زال المشكل حاصل حاليا مع أوكرانيا هناك من يقول أن روسيا قامت بسحب قواتها هناك من يقول لازالت القوات في حدود أوكرانيا هناك مشاكل كثيرة حاليا حاصلة في العالم ذلك بخصوص الاستثمار فضروري من الحضر وعدم الدخول بكل رأس المال فالآن البيتكاون هو في بيع اختبار مناطق الأربعين ألف دولار هنا لدينا دعم أفضل شيء هو أن يؤكد لنا هذه الأربعين ألف دولار ويظهر لنا الإيجابية لاحظ معي الآن هناك انخفاض في سوق العملات الرقمية قمت بشراء بعض العملات في هذا الانخفاض بالرصيد الذي أدخل به في هذه الفترات أدخل بعشرين بالمئة فقط حتى لو تم مثلا تكسير الأربعين ألف دولار سيجد نفسي دخلت بعشرين بالمئة من الرأس المال الخاص به إذا حدث الصعود سأقوم بالبيع العشرين بالمئة تشكل بالنسبة لرصيد محترم جدا اشتغل أنت على حسب رأس مالك الفكرة التي أريد أن أرسلها لك الآن اشتغل على المدى القصير مثلا على لديك ألف دولار أو ألفين دولار دخلت صفقة أعطتك أربعمائة خمسمائة دولار بيع وانتظر الخفاض عندما تنخفض العملات اشتري مرة أخرى ممكن أن يا مرشار ستجد أنك حققت ما لم تحققه أنت عملت له لهذا الغرض لا أقول لكم قموا بعمل الهولدين منذ فترة طويلة لاحظ مع السوق يعرف تقلبات كبيرة في هذه الضرفية تخيل معي مثلا لو قمت بعمل سكالبي تبيع في القمة وتنتظر النزول الأمر الذي سيجعلك دائما لن تحقق أي صفقة هو الطمع عندما تضع هدفك مثلا دخلت الآن كميشال على عملة الأفالانش كميشال في أسعار 88 دولار أعطتني كميشال سعدت العملة لأضع هدفي هدفي مثلا خمسة بالمئة مثلا عندما ستسعد كميشال إلى 93 دولار أو 95 دولار سأقوم ببيعها بدون تردد هدف الذي وضعته لا رجعت فيه عندما ستسعد العملة مثلا إلى 95 سأبيع أو سأقوم بوضع أوردر قبل أن تصل العملة إلى ذلك السعر أما عندما تدخل بدون أن تضع هدفك في عملة تصل مثلا العملة كميشال 95 دولار ستقول مع نفسك لا العملة ستصل إلى المئة الدولار وممكن أن تصل إلى المئة الدولار عندما ستصل إلى المئة الدولار لن تبيع ستقول العملة ستصل إلى المئة وعشرين دولار وستبقى هكذا 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 ستصل ولن تبيع حتى تعود العملة للسعر الذي اشتريت فيه أو أقل من السعر الذي اشتريت فيه وستبدأ بمحاسبة نفسك لماذا لم أبيع في سعر كذا لماذا لم أبيع كان ربح جيد هذا هو العيب الكبير دائماً ضع هدفك أي عملة تريد الدخول إليها لا تدخل وأنت تائه مثلاً أفلانش مشروعها قوي ما هدفي فيها هل لونك تير هل شورت تير ماذا أريد دائماً نسأل نفسك مثلاً أفلانش ما هو هدفي فيها شريتها في 87 أضع هدف هدفي مثلاً 100 دولار بيعتها في 100 دولار ولو ترتفع لن أتبعها باتاتاً الأمور النفسية هي التي تسبب لك الخسائر حتى في أمر الشراء في بعض الأحيان وتقع لي حتى أنا في بعض الأحيان مثلاً أفلانش كمثال وضعت هدفي كمثال سعرها الآن 80 دولار وضعت هدفي في 40 دولار عندما تنخفل إلى 40 دولار أبدأ أقول لا العملة ممكن أن تنخفض أكثر أن تنخفض إلى 30 دولار ممكن أن تصل إلى 40 دولار وتعمل بامب وتعاكس الاتجاه تقوم مثلاً باختراق ترامب نازل أو اختراق مقاومة وتواصل سعودها هدفي أحدده سواء في الشراء أو البيع وبخصوص أمر آخر هو عندما أرى عملة منخفضة بشكل كبير عندما أرى عملة حصل بها ضامب قوي أول شيء أدخل إلى تويتر عندما أدخل إلى تويتر أدخل إلى مثلاً الحساب الرسمي للعملة هل حصل لهم اختراق هل سيتم حدفها مثلاً على منصة بايننس هل فارق العملة حصل لهم مشكل هل سقطاني يعني ضروري أن تعرف السبب وراء الانخفاض إذا لم يكن أي سبب في انخفاض تلك العملة فأنا ذاك يمكنك أن تشتري أما لا قدر الله وكانت مثلاً عملة كل العملة الآن تشغل ديفاي تم مثلاً صرقة مثلاً مبلغ كبير تم تهكير البلوكتين الخاص بهم فلا يمكن الدخول أن عملة الضيفاي تسقط بشكل كبير حتى عملة الـ NFT عندما يتم اختراقها وتتم سرقة أموال كبيرة إلا المشاريع الكبيرة هذا حصل لكثير من العملات مثلاً ماتيك قاموا بسرقة تقريباً منها 10 مليون دولار ولكن بلك المشروع قوي 10 مليون دولار عندما ذهبت العشرة مليون قاموا بحل المشكل وأعادوا الأموال للأشخاص الذين سرقت منهم مثل ما حصل للسولانا عندما تم تهكير ديفاي الخاص بهم قامت باسترجاع الأموال لأصحابها ولم يحدث أي نزول ولو النزول يحدث بشكل صغير ليس مثل المشاريع المبتدئة التي بدأت تكون القيمة السوقية التي يشغلون بها مثلاً لديهم 20 أو 30 مليون دولار وتسرق منهم مثلاً 40 مليون دولار من أين سيرجعون كل هذه الأموال لتلك المستثمرين هذا يعطي ضعر للمستثمرين ويبدأون ببيع التوكن أنهم يخافون على أموالهم فهناك الكثير من الأشياء التي يجب عليك أن تشغل بها في مجال العملات الرقمية فالعملات بالنسبة للتي يمكن أن تشغل عليها مدى قصير في هذه الترفية عندما ترى نزول في سعر البيتكوين بالنسبة للمشاريع القوية أفلانش، سولانا، فونطوم، ماتيك، مانا، ريبل كذلك يقوم بعمل صعود جيد هذه العملات عندما نرى نزول في البيتكوين تنخفض بشكل كبير عندما مثلاً أراها نخفضت بشكل كبير شموع حمراء أدخل أشتري بخصوص من يسألني مثلاً لا نعرف مناطق الشراء الشغل فقط بالتحليل الكلاسيكي فهو يشغل مع العملات الرقمية سنحاول أن نكمل لكم في هذه السلسلة بخصوص مثلاً مقاومة هو دائماً منطقة يصل إليها السعر وتنخفض مثلاً دائماً أرى البيتكوين يصل للـ 45 ألف دولار وينخفض قام بعمل هذه الحركة مرتان هنا سيبدأ يتأكد لنا أن هناك مقاومة هنا لاحظ معي هنا هنا إذن هنا لدينا مقاومة مثلاً منطقة ينخفض إليها دائماً البيتكوين ومن تلك البنطقة يرتفع كمثال هنا مثلاً هذه المناطق مناطق الأربعين ألف دولار عندما يقترب منها يحدث صعود في البيتكوين هكذا وأعرف أوقات مثلاً اختراق والتكسير وأهم شيء هو الاختبار وأفضل ضرفية يمكنك أن تشتري أو تعزز فيها هو إعادة الاختبار سنكمل لكم إن شاء الله في السلسلة بخصوص الحركة التي يعملها البيتكوين هي حركة عادية الأمر الذي يجب عليك أن تفعله هو الاشتغال على المدى القصير الآن نحن في مرحلة الاختبار اختبار مراتق الأربعين ألف دولار ولو هنا وصلنا للواحد وأربعين لم نختبرها ولكن الآن نحن نختبرها ولا هرب من الأربعين ألف دولار وهذا أكدنا أكثر من مرة فحاول أن لا تضيع الربح الذي تراه والذي يمر أمامك مثلا لو تنتظر مثلا عملة مثلا أنت وضعت فيها كمية العشر ألف دولار أو خمس ألف دولار وتنتظر منها أن تعبق ألفين دولار في صفقة واحدة ستضيع عليك الكثير هنا في هذه الحركات التي تحدث عندما تصل مثلا العملة إلى مقاومتها أو عندما في بعض الأحيان بدون أن تفتح الشرط تجد كل سوق العملة الرقمية مرتفع عشرين بالمئة خمسة وعشرين ثلاثين خمسة وعشرين فضروري أن ينخفض السوق للتصحيح السوق يعطيك فرصة لكي تابع وأنت تطمع سنعود الكلمة التي قلناها في أول الفيديو هو عدم وضعك لهدف في تلك العملة حاولنا أن نتقاسم معكم بعض الأخبار المهمة خصوصا خبر بايدن والأسبوع القادم سيكون حاسم بخصوص العملات الرقمية بعض الأخبار كمثال التويتر ماستر كارت هذه أخبار إيجابية دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته